اتهمت نائبته عالي أنصيف وزير الكهرباء بتوقيع مذكرة تعاون مع معهد العراق للطاقة الذي أسسه في بريطانيا قبل توليه الوزارة مطالبة الجهات المعنية بالتحقيق في هذه القضية في منتقد مراقبون ومختصون العقد الذي تم توقيعه مع شركة سيمانس الألمانية مشيرين إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تأتي دائما مع بداية كل موسم صيف في محاولة للتخفيف من ردة فعل الشارع الناقم على ضعف الطاقة الكهربائية في البلاد وزير الكهرباء لؤي الخطيب يعقد مذكرة تفاهم مع نفسه هذا ما كشفت عنه النائبة عالي أنصيف في بيان لها مشيرة إلى عقد الوزير مذكرة تعاون مع معهد العراق للطاقة الذي أسسه في بريطانيا قبل توليه الوزارة مطالبة الجهات الرقابية التحقيق في هذه القضية مؤكدة إدراجها ضمن فقرات استجواب الوزير في مجلس النواب المتوقع خلال الجلسات المقبلة استخدام الوزارة للمصالح الخاصة مرفوض سواء لوزير الكهرباء أو غيرها من الوزارات عملية إزالة هذه الشكوكة يفترض أن يتم استجواب بالتأكيد وإذا كانت هناك أدلة على وجود مثل هذه العلاقة المباشرة هذا مرفوض بالتأكيد نحن لا نطالب بأن تجير الوزارة للمصالح الخاصة هذه الاتهامات لوزير الكهرباء تزامنت مع توقيعه اتفاقية مع شركة سيمينز الألمانية لتطوير قطاع الطاقة بحضور رئيس الوزراء خلال زيارته مع وفد رفيع إلى ألمانيا وبرغم أهميتها إلى أن البعض انتقد عقد مثل هذه الاتفاقيات مع بداية كل موسم صيف في محاولة للتخفيف من ردة فعل الشارع الناقم على ضعف التيار الكهربائي كون مثل هذه العقود تحتاج لسنوات عديدة لتحسين واقع الكهرباء المشكلة في الحكومات العراقية المتعاقبة أن التوقيع مع الشركات يكون قبل فصل الصيف بشهر أو شهرين وبالتالي هذا الأمر لن يستطيع أن يقدم للمواطن وعود بالكهرباء أو هناك كثير من العقود تم توقيعها ومحصل مع جرار الكترك وتم ألغاها شركة سيمينز التي حاولت الحكومات المتعاقبة استثمارها كواجهة دون حلول عملية طوال السنوات الماضية يرى بعض المراقبين أن المحادثات مع الكويت والسعودية حول إمداد الطاقة الكهربائية قد تكون أولى بالاهتمام لإمكانية جدواها بتحسين الطاقة في الصيف المقبل سيمينز التي تحدث عنها طبعاً هذه كانت أيضاً حتى من زمن المالكة يتحدثون عنها أو أموالها لشركات السرقة ونهبت فالآن في تقديري هو يدريك أنه لا يستطيع يعني أي إنسان بسيط أعرف لا يستطيع خلال شهرين يوفر كهرباء جرينا محادثات مع الكويت والسعودية اللي هذا في بعض الناس يعترضون عنها وأيضاً وعدونا أن يستطعون يلبون بعض مطالبنا من الكو بهذا الشكل يستطيع أن يقن الناس إما يقول سيمينز طبعاً فيها جانب دعاية وبعيداً عن أهمية هذه الزيارات وعقد مثل هذه الاتفاقيات الاستراتيجية مع الشركات العالمية فإنها بحاجة إلى مصادقة مجلس النواب لضمان حقوق هذه الشركات وفق مراقبين أحمد عرام الحرة بغداد وينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أستاذ باسم أهلاً بك إلى نشرتنا هذه ما مدى أهمية الاتفاقيات التي وقعها رئيس مجلس الوزراء في ألمانيا هل ستؤثر على اتفاقيات محتملة مع دول أخرى كالولايات المتحدة مثلاً؟ شكراً جزيلاً تحيتي لكم ومشاهدي قناة الحرة بالتأكيد هذه تمثل مرحلة أخرى جديدة يعني أنت تعلم العراق وقع اتفاقيات مع دول الجوار ودول أخرى قليمية لغرض تكوين علاقات سياسية ثم اقتصادية لغرض خدمة البلد وهي تعمل على تطوير الأمن في المنطقة واستكمالاً لهذه العملية توجه العراق اليوم في خطوة أخرى نحو أوروبا منطقة اليورو وإلى دول ذات وزن اقتصادي ذات إمكانيات كبيرة من الناحية الفنية ومن الناحية الاقتصادية وتربط العراق بلخص سابقاً علاقات قوية مع هذه الدول في الصناعة وزراعة تجهيز كثير من المواد الانتاجية ألمانيا وفرنسا تمتلك تكنولوجيا عالية وممكن استفادة منها بلخص أنه كثير من معامل ومصانع القطاع الخاص والعام ذات مكائنها أجنبية وألمانية وفرنسية وباقي الدول الأوروبة الغربية والتعامل مع الجأل الأعمار سيكون بشكل مباشر رغم وجود الطابع الرسمي للاستقبال السياسي والاقتصادي نعم استاذ باسم وهذا يعني نعم لكن استاذ باسم ربما سمعت في تقريرنا الذي تم بثه قبل قليل يعني هناك اعتراضات من مراقبين من متابعين للشأن العراقي يرون أن هذه الإعلان عن هذه الاتفاقيات قبيل فصل الصيف يعني بشهرين أو ثلاثة هي عملية تتكرر في كل عام وتتكرر معها في كل عام أيضا معاناة المواطن العراقي من قطع التيار الكاربائي وقلة الطاقة ماذا تقول بهذا الخصوص؟ بالتأكيد هذه مسألة مهمة جدا يعني نحن لازلنا هناك تخبط في إدارة الملفات الاقتصادية وأكبر دليل أنه أنت لحد الآن أربع وزراء لم تستطيع أن تعيد لكن هذا لا يبدأ من أن أتوجه أنا في هذا الوقت من توسيء هذه العلاقات سبقت هذه العملية مباحثات كما تعرفون قبل أكثر من أربعة أشهر في اتفاق مع سيمينس كان محاورات مع الجي اي وعلى 14.400 ميجا واط خلال ثلاث سنوات الكهرباء لا يمكن أن تعالج الموضوع بين ليلة وضحاة هناك ثراكمات كبيرة هناك إهمال هناك فساد سابق متواصل عبر أكثر من 15 سنة يعني صرف على الكهرباء أكثر من 47-43 مليار بين تشغيلية واستثمارية الاستثمارية كانت مبلغ يجاوز 30 مليار معروف أنه كل ألف ميجا واط يحتاج إلى مليار بينما نصرفنا ضعف المبلغ والوعود التي أعطيت من قبل وزراء سابقين على الكهرباء لم تنفذ سنصدر كهرباء وغيرها قبل أربع سنوات وانفقدت الثقة بين المواطن بين وزارة الكهرباء الآن هناك توجه فعلي أنت ترى يعني في ألمانيا وبإشراف الحكومة العراقية ورئيسة وزراء الألمانية الرئيسة الألمانية ميركل أعلى سلطات ووثيق التعاون لإنجاز هذه العملية يعطي طابع الأهمية والجدية لهذه العملية يبعث على أمل أن هناك حلول أفضل يعني صيف القادم سيكون أفضل يعني نعم باختصار أستاذ باسم هل تعتقد أن اتهامات النائبة عاليا صيف لوزير الكهرباء بأنه وقع اتفاقا مع معهد الطاقة تقول أنه أنشأه في بريطانيا قبل استلامه لمنصبه ما مدى دقة هذا الكلام لو سمحت لو إذا لديك معلومات باختصار نعم بالتأكيد هذا يبعث إلى الاستفسار بس كنت تتمنى أنه قبل الإعلام قبل التصريحات يذهب أي نائبة وأي مسؤول قبل الاتهام يقرأ مذكرة التفاهم يجد أن مذكرة التفاهم وتعاون فني مهني بأربع فقرات وأربع بنود البند الرابع يقول لا تترتب أي التزامات مالية على العراق نتيجة لهذا الاتفاق لأنه عملية نصيحة وتدريب وتعاون دولي بين منتدى الطاقة والحكومة العراقية وعليه التأكد من ذلك وهناك ديوان الرقابة المالية يستطيع المبالغ لا تختفي لا يمكن إذا ثبت أنه هناك مبالغ دفعت ومنتدى الطاقة هو مستبع استشار ليس تنفيذيا والتأكد والموافقات تحتاج من مجلس النواب على هذه البروتوكول نعم الخبير الاقتصادي باسم جميل أنتوان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك